السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيديو جديد في سلسلة مشروعات في حياتي المفروض ده هيبقى نمرت خمسة وزي ما كنت بعتلكم حاول نوع شوية في المشاريع فاخترت مشروع كان برضو في بدايات حياتي المهنية خاصة بالتدعيم كنت مع مكتب الدكتور علي صبري وكان فيه عمارة في قرب كلية البنات في مصر الجديدة أصل فيها رئاب العمدان تحت فرقعة وممكن حصل هبوط بسيط الناس كلها طبعا في هلعل ففضل العمارة عن أخرها ودكتور علي صبري تولى أنه هو أعمال تدعيم في العمارة بحيث أن هي يؤهلها للسكن مرة وصلة كنت أنا ساعتها يمكن ساعة 84 تارسة مش فاكر 84 فكنت في المكتب شفت بقى بيعملوا إيه في التدعيم وكمان كان أجازة صيفية فكان عندي فرصة أن أنا أتابع أعمال التدعيم عن قرب ودي يمكن نصيحة الواحد دايما بيقولها أن أنت كمصمم لازم تنزل الموطع بيفرق معك كدا الإحساس بتفاصيل التسليح وإزاي أنت تعمل الديتيلينج بحيث تبقى سهل حتى للحداد يعملها فكانت مفيدة جدا نقول بقى إيه بسم الله الرحمن الرحيم ونتوكل كده ونبدأ نعمل شير للبريزنتيشن اللي أنا محضرها برضو بريزنتيشن بسيطة أنا مسميها نيكينج انقلمز لأنه هو فعلا حكاية رقابي لعملان واللي يحصل فيها رقابة عمود أو سعاد نسميها زعي بلاستيكينج فده المحتوى أنه فيه فيه أزمة حصلت في العمودة في مصر الجديدة مشكلة رقابي عندان بالمقام الأول هحاول أشوف أتكلمكم معكم أتكلم معكم على مشكلة رقابي عندان وعلى التدعيم اللي تم استخدامه وملاحظات عامة عن التدعيم بصفة عامة طيب نروح للسلايد اللي بعديها ونكبر شوية هو إيه بقى مشكلة رقابي لعملان بقى برس يا سئيبي إنت أخوصاً لما يكونش عندك البدروم in case of no basement الفرنديش هالليفل بقى علاقته بالدور الأرضي مختلف زي مثلاً الكيس الأولانية اللي أنا رسمها ليا عندك الأعدة العالية والمسلحة والميدة والدور الأرضي مش بعيد يعني 30-40-50 سنطي والدور الأرضي اللي هو بنعمله دكة خلاصاناً عادية أو ما نسمى بالستابون جريل فما فيش رقاب عمدان يعني هو العمود بادي من الأعدة ومن الميدة وطالع فوق ساعات بنعمل فوق الميدة قصة غد عشان نردم يمين الميدة كأوضة لوحدها وشمال الميدة قوضة تانية متحددة في مباني قصة الغد ميدة بحيث أنه هو إيه الدمك يبقى كويس لكل أوضع على حد ده كيس من الكيس طيب في كيس تانية آه كيس بقى إن انت تكون عالي شوية أو منسوب التأسيس واطي شوية عن الدور الأرضي ففي فرق مسافة ومسافة مش صغيرة آه فتلاقي بقى إيه أن أنت عندك آه الرجل مش حاوز يبني الميدة تحت وبعدين بعد كده هو يعمل قصة آه غد أو آه وكمان المباني تبتدي من تحت آه قوي من عند الأواعد ده ما يبتدي المباني من الدور الأرضي فبالتالي عاملك الميدة علوية وممكن الارض تبقى حالتها كويسة فسمح لك تقريب طوبة نتعمل الميدة متعلقة لفوق شوية دي هتوفر لك طوب وكلام زهور فلو عملت كده بقى خصوصا لو الجزء اللي تحت الميدة اقل من واحد مت دي بتبقى مشكلة يعني دي بقى بالخبرة دي ما فيش كتاب هيتكلم عنها الخبرة ايه ان لما بيحصل ان فيه رقبة عمود تحت الميدة ما بين الميدة وما بين القاعدة المسلحة اقل من واحد مت ما بتصبش لوحدها راجل المقاول في الغالب بيصبها مع الميدة وبيحط بقى ايه طفشاط خشب علشان يقفل كده من الاربع جهات على العمود ده هوا وما بيبقاش شايف قوي الحديد والصب والدمك فممكن قوي قابل عندهم ديت تبقى نقطة خاطرة وبعدين في خاطرة فين دي في اوحش حتة او المست كريتكل سيكشن في العمود اللي هو عنده اتصاله بالاساسات فلو ما تصبتش كويس قوي وتدختت كده سبهلالي مع الميد او مع العمود اللي فوقه يصب كله مرة واحدة فتلاقي الفتة ده هية اتهملت وحصل مشكلة كتير دي دي حصلت كتير مش برد مرة ولا مرة تانية ممكن بقى برضو منتمنى الكيسز ان المسافة تكون كبيرة قوي ما بين الدور الارضي ومنسوب التأسيس وفي الحالة دي اتساعات بنعمل ميدة علوية وميدة سفلية ودي ما تبقاش فيها مشكلة قوي لان الجزء اللي عمدان ما بين الميدة السفلية والولوية في الغالب بيتصب فيه لوحده بقى ليش عدة خشبية لوحده لصبه لوحدها بعد كده بيطلع اشاعي من فوق الميدة العلوية ويصب العمود بقيته في مرحلة تانية فالذلك مش عامل رقبة العمود رقبة العمود اللي هو بالناسبة تنشحة كده في الاهتمام لا مش موجودة هنا فخلي بالكوا قوي في حكاية رقابي للمدان لانها خطيرة ودي بيمكن سبب مشكلة المبنى ان احنا هنتكلم عليه هنا دي تصورة كده كده يعني من التكس احد التكس بوكس لشكل او ان لو بيحصل في الحتة دهية فبالتالي بيبتدي الحديد ممكن يوصل للخضوع وممكن يحصل له في الحتة دهية الشكل الرقابي لعمود اللي هو حصل لها نيكينج داية يبقى بهذا المنظر اللي خوف طيح دينا نروح لتدعيم العمود والقاعدة كما شفتهم وعملتهم في مكتب علي صبر هتلاقي بقى ايه ان بحكي هو على لقبة عمود وحصل نيكينج او بلاستيك هينج هنا ايه اللي عمله المكتب واستاذنا الدكتور علي صبري قال لك لازم هنعمل قميص للعمود وعشان اعمل قميص للعمود فقط في الضوء الارضي لازم انزل التأسيس يعني لازم القميص العمود يبتدي من الاساسات من الاواعد استاذنا مرضو تكتور علي صبري اعمل قميص للقاعدة انا بخبرتي القليلة ساعتها لما بصيت على الموقع والعمدان انا كنت حسس انها مشكلة اعمدة فقط مش مشكلة اواعد يعني كنتش حسس ان فيه مشكلة اواعد او ان فيه فرق هبوط رهيب كده فسمع في الحوائط يعني ده كان الاكسبرينس بتاعتي في هذا الوقت لكن الدكتور علي صبري واضح انه هو كان متحفز هو من المدرسة المتحفزة فقال لك انا هعمل اميس للعمود مع اميس للقعد يعني مع الاميس للقعد اللي هنا ده هيت مع اميس العمود يعمل اميس للقعد وزي ما انت شايف كبر الاعدة العادية طبعا تكسر كده على الميل وزود الاعدة العادية مع الديهنات مع الكلام دهوت بعد كده هوت عمل اميس للقعد حرف n او حرف يو لو ما قابلش العمود لان انت ممكن ايه القاعدة تبقى مقابل العمود فيبقى ايه من هنا و ايه من هنا لو ما قابلتش العمود بعيدا من العمود يعني يبقى حرف يو مقلوبة كده تمام وحديد بسم الله مشوه الله بيبقى يعني حديد تقيل اه في البلان بيبقى شكل الحديد في هذا المنظر انا رسم في اتجاه واحد بس بنركز مثلا اتنين فايستاشر طوبو بوتوم اللي هو في الكاميرا اللي موجودة هنا وبنركز اتنين فايستاشر برضو طوبو بوتوم تحت القميس العمود ليه لان انت العمود اه عامل زي ما يكون اوبنينج في القميس بتاع الاعداء اه هو ما تقدلش تخترق العمود يعني فبالتالي بركز حديد يمينه وبركز حديد شماله وده بيبقى مقطوع بالعمود وهنا مقطوع بالعمود اه ده كان نظام التسليح بتاع اميس القاعدة اللي بنبتدي بقى نخرج منه اشاير دي اميس العمود اميس العمود في الغالب ما بنعملوش كتير قوي يعني بنحطش تلاتين او يبعين سنتي لأ يعني انت مما تشوف كده اه عمود تلاتين في خمسين مثلا وتكبرو خمستاشر سنتي من كل ناحية بسم الله ما شاء الله يعني التلاتين هيتبقى سمتين والخمسين هيتبقى تمانين يعني العمود هيبقى لس كويس يعني فالتالي ما انتش محتاج اكتر من عشر خمستاشر سنتي اميس من كل ناحية اه لو عشر خمستاشر سنتي بحط الحديد بس على الخارج بتاع القميس لو اكتر يمكن من خمستاشر سنتي كان ممكن اعمل رقتين حديد حوالين العمود القديم لكن هنا انا فاكر ان احنا كنا عاملين اه رئة واحدة حديد بهذا المنظر اه اشاير طلع حرف ال من الاخ ده هو مربطين بقى العمود القديم بالعبود الجديد القميس بالعمود القديم عن طريق اشاير حرف ال تتزرع كوة العمود بامونة الابوكسي وبتربط بقى القميس الجديد ما قديم ممكن اربعة ستة على حسب الكيس بس لازم ده كله يشتغل مع بعضه التنقير السطح بتاع الخرصانة مهم جدا والتنقير معروف عشان تعمل تنقير صح لازم الامبليتود يبقى ستة ملي اللي هو ربع انش هتلاقي حتى في كتب برضو الاسي اي وكان ده هو ربع انش فستة ملي فانت لازم بتنقر كويس قوي في الخرصانة القديمة عشان تشبط او تمسك الخرصانة الجديدة مع القديمة ده طبعا غير الديهانات الديهانات اللي بتمسك الخرصانة دي ما بيجيب ده فكرة عامة عن التدعيم اللي تم في هذا المشروع حاجة مهمة جدا بقى في التدعيم ده بتاعه شفته يعني بيعناية ان ما كانش فيه حاجة اسمها تعمل تدعيم لقعدتين جنبا بعض لا يمكن لازم تاخد قعدتين استجرد بعيد خالص عن بعضيهم يعني واحد وواحد يعني لو هتشتغل في قعدتين يبقى واحد فوق خالص وواحدة قرب بتاعي او اتنين يبقى يمين كده واتنين اللي بتشتغل في نفس الوقت يبقى شمال او يبقى ثلاثة النحية دي وثلاثة النحية دي لكن مايفرحش يبقى اتنين جنبا بعض نصلا تشتغل فيهم ممنوع ده طبعا علشان ما تعملش ويك بوينت كده في المبنى في عيون واقع طبعا المبنى كله مسنود بشدة خشبية من اوله لاخره من ساعة ما حصل الفرقع بتاعت القابل عام فالتدعيم ما ينفعش يبقى لقعدتين جنبا بعض انا عاوز اقول لكم القصة كده جانبية ان فيه حصل مهندس يعني للأسف تاخد السجن كده كم شهر بسبب حاجة بالمنظر دهوت انه هو ما اشرفش على المقاول اسناء التدعيم من اوله كان مكتوب ان انت ممنوع تعمل تدعيم في عادتين او عمودين جنبا بعض اول ما اول بقى ايه فتح الشغل في كل الاندان حلق لكل الاندان الكفر واول ما حلق لكل الاندان انا ما وقعت ومات واحد من العمال ولا اثنين وكانت مصيبة سودة والولا يعني التأريه الهندسية وي 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 كان المهندس ده قضى سنين مش اشهر في السجن فالتدعيم عاوز تحرص زيادة عن اللازم شوية كمان استخدمنا فالتدعيم بيبقى المبنى ككل وخاصة لو بعمل تدعيم بقاعدة رقم واحد ممكن ازود لها دعوانتين كمان اثناء التدعيم لان انا بحفو وبكسر وبعمل فممكن ازود التدعيم في المنطقة اللي انا شغال فيها برضو الحكاية لا تنسى ان انا بواحد الصبح لقيت العمال في المبنى ده لقيت العمال كلهم نايمين برا في الشارع على الغمر على تشونة الغمر كانوا بيناموا تحت العمارة على اساس انهم متطمنين فواضح انهم مش متطمنين انهم ايه اللي حصل قالولي فيه صوت فرقعة والمبنى مال كده ناحية الجنوب شوية ناحية الشارع اللي هناك شوية واحدة بصيت لقيت العقل خشب كلها مقوسة اللي ناحية الجنوب ده هي ودليل فعلا ان هي غياحت عليها طبعا كان موقف عصيب اعمل ايه ودليل قلت ان طب الموضوع ده حصل امتى فقالولي طيبا نص الليل او حاجة زي كده وقتهم يعني قاعد ست ساعات او ولا سبع ساعات الوضع سابت ومفوش حاجة قالوا اه طب طب خلاص ممكن بقى تزودوا الشارع الخشبية شوية في الجهة الجنوبية دية يعني تزودوا عوق واي سنداته بتاعه تزودوا وانو تحكى عن لو كان اصعب قرار من اصعب القرارات اللي انا خدتها فعلا اكملنا شرب تحت العمارة وربنا يعني سطر طيب نريد برضو ملاحظات تانية على التدعيم اه اه يمكن كنت انا جبت سيرتها في البيت اللي انا كنت اه عملته في جسر السويس اه ان انا لما اجي اصب قميس اللي عمود بصبه من فتحة او شنيشة في السقف علشان الخلاصانة تنزل تملى وتبقى الكوننكشن ما بين القميس والسقف الكوننكشن قوية مش بتملى كده انبتوين فبالتالي الحتة ديت تبقى ضعيفة لا تفضل النصب القميس اللي عمود يبقى من فتحة او شنيشة من فوق حس يبقى الكوننكشن جامدة مع السقف اه ده لنفس اللي قلته نتنقيل السطح الخلاصاني اقل حاجة 6 ملي اللي هو الامبريتود الطالع والنازل واعلى ان انت تشيد الرطاق الخلاصاني الحديد التسليح بالكامل يعني تكشف عن حديد التسليح بتاع العمود القديم وده بياخده مثلا ايه اه على حسب الكفر قد ايه من صنطي الاثنين صنطي تمام الوقت لما تكشف فده ادنى وده اعلى اه بندهن طبعا السطح بمركب لاصق الخلاصاني القديمة مع الجديد اه فيه في الاعمال المهمة ده ما حصلش يعني في المشروع بتاعنا لكن انا بتكلم in general فيه حاجة اسمها دلوقتي self-compacting concrete دي بتنفع قوي في الجاكت يعني self-compacting concrete لو جهت تاني للغسمة اللي فوق ده هي انا ممكن اصب self-compacting دي بتبقى عاملة زي السائل خلاصاني بتبقى عاملة زي السائل يعني تدخل الانبوبة وصب هنا تحت تشوفها بتصبش من فوق ممكن تصب من تحت الخلاطوم يبقى هنا واللي خلاصاني بتقعد تملة مثلا اسمها self-compacting لانها هي نفسها بتاخد الشكل وبتدمك نفسها كده اول وانت طالع مش محتاجة ان انت تصب من فوق ده بتبقى اغلى شوية لكن المحطات الخلاصاني الجاهزة بتعملها وبسترنس عالي جدا وممكن هي بتستخدم خصوصا في لما تبقى الحاجة congested يعني حديد كتير داخل في بعضه self-compacting concrete ده بيبقى الافضل في الكلام ده يعني لو قلنا بقى مرخص للكلام ده هو تطبع دايما التدعيم له اسلوب وفن وهندسة وسيكونس وملاحظات واستخدام مواد بناء حديثة و يعني مش اي حد يعمل تدعيم لازم يكون انسان ذوق خبرة التدعيم ما بيحملش المخاطر يعني خصوصا في مكتب علي صبري صراحة تعلمت انه هو بيبقى over design في التدعيم دي انت خلاص انت في مشكلة كبيرة دي تاخد مخاطرة يعني انت اي سيدا خلاص متكلف مثلا مليون طب لهم بقيت مليون وربع المشكلة واقمن المبنى اكتر واطمئن الاواعد والاعمدة كلهم بقوا سيف فالتدعيم ما فيهوش مخاطر فيش حاجة اسمها كده في حاجة اسمها تدعيم تكون واثق فيه لو قدرت يعني ما جازا تقول اكتر من 100% هقول اكتر من 100% اه وطبعا الملاحظة المهمة جدا اللي عملتنا مشاكل كتيرة هو تفادي وجود رقابي اعمدة اثناء الصبر بص لأما الميدة تبقى كده هوت خسكة من الاعدة وبالتالي العمود صريح طالع او تكبر الميدة لما تلقط الدور الارضي المهم تسديش كده 80 سنت 70 سنت رقابة عمود تحت الميدة ابدا ما تعملش كده من فضله كمام اه هياقلي كده يعني ايه اه تكلمنا عن المشروع في عجالة اه كان مشروع زريف والحمد لله يعني تم والسوك كان رجعه وما سمعناش اي شيء اه حصل اه وكانت خبرة يعني كبيرة وخطرة حتى نحن اللي بقى شغالين في عمارة بهذا المنظر نتحتيها 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 نفعند الاتساب لكن الحمد لله اه مر الامور على خير اه اشكركم وان شاء الله نشوفكم على خير في الفيديو الجديد والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة